الدكتور حسام ذكر عبارة استوقفتني حقيقة وهي أن نضال غزة سيكون له ما بعده تفضل سيد ياسر أنا أريد أن أعيد الناس جميعاً بناء على كلام الدكتور إلى تيودور هيرتسل في كتاب يوميات تيودور هيرتسل قال ما يلي عندما يستتب لنا الأمر سنهدم كل ما يعارض ما نعتقد ما نعتقد أي ما تعتقد ليس اليهودية فقط ولكن الصهيونية ولذلك نجد أن ما يحلم به نتنياهو وغير نتنياهو ومن سبق نتنياهو هو كما يدعيه ويقول وقال أكثر من مرة النصر الأخير وكلمة النصر الأخير كأنه هذا الرجل وضع خطة ونهاية الخطة بيده ولكننا نجد بعد أحد عشر شهراً لم يستطع أن يسيطر على قطاع غزة الذي سقط في يد البريطانيين والفرنسيين والصهاينة في عام 1956 خلال ثلاثة أيام أما في حرب 67 فسقط قطاع غزة في اليوم التالي بمعنى أن التيه العسكري الصهيوني يعيش تيهاً جديداً بعد تيه الأربعين عاماً في سيناء وأنا أستغرب من الذي ينتظر أخواننا العرب؟ هل ينتظرون موت آخر فلسطيني؟ وهذا لن يكون لأن هذا الشعب لن يموت وإذا مات شعب فلسطين فإن أبناء شعب فلسطين سيحملون الراية ليقاتلوا من أجل الهدف الأسمى وهو قبة الصخرة والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة التي تخلد للسيد المسيح بمعنى أن اليهود لن ينتصروا وأن الإسرائيليين والصهاينة لن يفوذوا بما يحلم به نتنياهو نعم أشكراً